اهلا بكم في موضوع الجديد النهاردة جات لنا شكاوي كتير جدا من الأمهات بيقولوا ان انا ابني بينسى عو طول كل حاجة بقولها له والموضوع اتطور مش بس بقى ينسى الحاجات العادية لا ده الموضوع اتطور كمان لموضوع الدراسة ان اي معلومة بياخدها في المدرسة بينساها دي كان شكوة بعض الأمهات وبتقول لنا الموضوع ده ليه حل ولا لا عشان نحل الموضوع بتاعنا موضوع الزاكرة اللي دايما الامهات كلها اللي بتقول ان ابني زاكرته زي السمك المعلومات بتطير على طول لازم نعرف الأول ايه هي الزاكرة اللي بنتكلم عنها الزاكرة معناها قدرة من قدرات الدماغ مهمتها ان هي تخزن المعلومات وكمان تنقلها وتسترجعها لوقت ما انا بحتاج بيها الزاكرة بتاعتنا أنواع فيه أنواع كتيرة جدا للزاكرة بس المفيد بالنسبة لما نحن ممكن نعرفه أو المتعرف به أكتر عندنا نوعام من الزاكرة واحدة بنقول عليها قصيرة المدى والتانية بنقول عليها طولة المدى أنا بشبههم بحكتين من اتنين ما همش علاقة وبعض بشبههم بالصبورة وبالدولاد الزاكرة قصيرة المدى بنشبهها بالصبورة ليه؟ كل معلمات اللي احنا بناخدها أو بنتعلمها طول اليوم عاملة زي الصبورة لو أنا مليت الصبورة دي على الآخر ينفع أن أنا نكتب عليها تاني؟ طبعا ما ينفعش لازم أمسح الصبورة كلها عشان نكتب من أول وجديد بالضغط الزاكرة قصيرة المدى نفس الموضوع لازم أمسح لو أنا هتنقل أو أن أنا هيخد معلومات جديدة لازم أمسح كل معلومات القديمة عشان موخ يقدر يستقبل معلومات جديدة بالنسبة للزاكرة طويلت المدى عاملة زي الدولات الدولات بتاعنا في البيت عامل زي متنظم متضبط بشكل معين بحيث أن لو احتاجت أي حاجة في أي وقت أنا عارفة مكانها فيه زي درج الشربات مكان الفوت وغيره بالضبط الزاكرة بتخزن معلومات بتاعتها بنفس الطريقة الصور اللي أنا بشوفها طول اليوم بتخزنها لي في الزاكرة البصرية الحاجات اللي بسمعها طول اليوم بتخزنها في الزاكرة السامعية وده طبعا بينطبق على الزاكرة الشامية واللمسية وغيره في عندنا هرمون مهم جدا بالنسبة للمخ مسؤول عن الزاكرة اسمه هرمون الدوبامين ده بنسميه هرمون السعادة علشان كده أي موقف بالنسبة لنا كان سعيد حتى لو الموقف ده تعمل مرة واحدة ما بيتخزنش في الزاكرة قصرة المدى على طول بروح للطويلة زي مثلا أول مرة باركب عدلة أول مرة أتفرج على مكان سياحي جميل عجبني كل حاجات اللي بتنسبالي بتعملي نوع من أنواعي السعادة أنا مش بنساها يا طرى الأعراض اللي ممكن نقيها عند أولادنا تقول إن الولد ده عنده مشكلة في الزاكرة وإزاي نقدر نحلها أول حاجة هنلاقي دايماً الطفل كل الأدوات بتاعته بينسى مكانها فيه لو حتى ألمه بريته ما بيعرفش هم راحوا فيه لعبوا مش فاكر مكانهم لو الأم قايته وإنزل يشتري لي طلب من تحت دايماً لا بينسى كل الطلبات لا بيجيب لي طلب أو اتنين أو يبدلك دي بعض الأعراض اللي احنا بنقيها عند الأطفال يا طرى إيه هو العلاج بتاعنا وهل ينفع نعالج المشكلة دي ولا لأ علاجنا في حبة حاجات بسيطة وغير العلاج كمان هنقول حبة أنشطة مفيدة ممكن الأم تطبقها في البيت أول حاجة مهمة جداً بالنسبة لعلاج موضوع الزاكرة لأطفالنا النوم الجيد بيؤدي لذاكرة جيدة إيه علاقة النوم بالذاكرة لما أي حد فينا أو كل حاجة بنتين نحن نتعرض لها طول اليوم لما بنام المعلومات بتبتدي تخزن معلوماتها في الدلاب اللي احنا قلنا عليه لو ما نمتش أو ما خدتش نوم كافي المعلومات مش هتتتخزن من أول وجديد فهتروح هتطير التغذية بالنسبة لأولادنا مهمة جداً وخاصة الأكل اللي فيه مادة الأوميجا سري ده موجود في أسماك التونة وموجود في أسماك السلمون وكمان المقصرات والكاجو ولو مش هتقدر عليه ممكن تجيبي فوص داني ينفع برضا من الحاجات المهمة جداً الرياضة فيه ناس هتقول لي إيه علاقت الرياضة بالذاكرة الرياضة مهمة جداً بالنسبة لتنشيط الزاكرة لأن الرياضة يتنشط الدورة الدموية الخاصة بالجسم كله طالما نشاطنا الدورة الدموية فحنا نوصل للمخ فالمخ كمان هيتنشط من الحاجات المهمة جداً نحنا لازم نعالج بيها أطفالنا موضوع ان احنا فيه ناس كثيرة بتركز على الحفظ تقعد الولد قدامها احفظ 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 مفيش حد بيقول لابنه افهمه يبقى لو احنا فهمنا أكتر أو الطفل فهم أكتر صدقوني تخزيني للمعلومات هيكون أحسن بكثير جداً من هو يحفظها من الحاجات المهمة كمان بالنسبة لأولادنا ان احنا لازم يكون فيه توفير بيئة سليمة لازم الطفل يتربى في بيت ما هواش كله قلق وتوتر من الحاجات المهمة جداً بالنسبة لعلاج أطفالنا اكتري فيزيون ما ينفعش ان انا خلي ابني من اول ما بيصحل حد ما بينام بيتفرج على التلفزيون لأ طبقاً لازم الولد يكون ميه وقت بسيط جداً يتفرج على التلفزيون عشان يقدر بعد كده يتعامل أو يفكر في عندنا ألعاب كثيرة جداً زي ألعاب الزاكرة بتساعد ان الطفل ينام مهاراته وينام قدراته وكمان القراءة برضه يا ترى ايه الأنشطة اللي ممكن أي أم في البيت ما عندهاش أدوات ولا هي في مركز ولا غيره وتعملها عشان تنشط بيها مستوى الزاكرة بتاع أبناء ان احنا ممكن نقول للأم ان هي أول اليوم ما بتسحى بتخبي وتوري الولد ان انا مثلاً هحط الكورة تحت السرير وهنحط المقلمة دي تحت المخدة وتقول توريه كذا مكان وبعد ما يلعب ويفكر وياكل وخلصنا خالص تيجي آخر ويوم تسأله هو احنا شلنا الكورة فين؟ انا حطيت المقلمة فين؟ مدلية مفاتحنا فين؟ ده تمرين مهم جداً ممكن تعمله تمرين كمان ممكن نعمله في البيت موضوع الكباية تعارفين الليعبة اللي كنا بنلعبها زمان نقل بالكباية ونحط حاجات من تحت النوع نشألقهم ونقوله هيا الحاجة دي فين؟ الحاجة الحلوة بتاعتك فين عشان تاخدها؟ الموضوع ده مهم جداً بيخلي الولد ماشي وبينشط الزاقرة بتاعته اكتر دي كلها تمارين ممكن نعملها في البيت هننشط بها زاقرة اولادنا زاقرة اولادنا سهل جداً ان احنا نميها لان هي مش سكة ممكن ارفعها وارفع مداها كمان اهم حاجة لازم نأكد عليها النوم الجيد والتغذية الجيدة الاتنين دول هما سر مهم جداً عشان خاطر الطفل يبقى عنده زاقرة قوية وزاقرة صحية ده كان موضوع حلقاتنا النهاردة انتظرونا في حلقات تانية جديدة في أنا وطفلي مع صباح رمضان